عودة إلى قطاع السيارات تستعد الحكومة الترخيص للحزمة الثانية من مشاريع مصانع تركيب السيارات محليا مع توسيع المستفيدين من المزايا الاستثمارية والجبائية بتجميع المركبات نحو مصنع سوفاك وأستر الجزيرة قائمة تشمل مصنعا ضخم بطابع عالمي لعلامة طيوط اليابانية إلى جانب مشاريع لمواطنتها نيسان وسيزوكي تقرير في السياق لتفق زعروري في مسعى جديد لتطوير صناعة السيارات في الجزائر وكمرحلة ثانية بعد إطلاق المشاريع الأولية المتمثلة في كيارونو وهيونداي الحكومة تقدم تسهيلات للصناعيين في المجال وأول المستفيدين من هذه المزايا مجمع سوفاك ممثل لعلامة فولزفاغن الألمانية بالجزائر حيث وافق المجلس الوطني للاستثمار على منح تحفيزات جديدة لمجمع سوفاك تتمثل في تمديد الفوائد الممنوحة للمركبات السياحية لصالح المركبات التجارية الخفيفة التي تنتجها ما من شأنه أن يخفض أسعار المركبات التجارية الخفيفة المنتجة بالإضافة إلى ملف سوفاك والقائمة السلبية وافق المجلس الوطني للاستثمار على منح امتيازات عديدة لمشروع صفام لفرع مجمع أوتيارش بحداد حيث يستفيد هذا المشروع من الإعفاء من الرسوم الجمركية وإعفاء الضريبة على القيمة المضافة للسلع والخدمات المستوردة أو المشترات محليا وكذا التنازل على الرسوم والضرائب المطبقة على أسعار السلع المنتجة لشاحنات أسطرى لمدة خمس سنوات ويتزامن هذا مع توجه الحكومة نحو ترسيم مشاريع مع مسؤولين عن مصانع للسيارات للعملاقين الياباني المتمثلة في علامتي سوزوكي ونيسان فيما تسير المفاوضات في الطريق الصحيح نحو إنجاز مصنع ضخم لشركة تويوتا بالجزائر مع توسيع المشروع نحو صناعة قطع الغيار هناك طلبات لشركات عالمية لتركيب السيارات ملف تويوتا في قيد الدراسة هي في قيد الدراسة لأنه يجب يتم وضع حيث تنفيذ مشاريع قبول مشاريع التركيب بمعية صناعة قطع الغيار تجسيد هذه المشاريع من شأنها أن تجعل الجزائر قطبا للصناعة الصيارات فالرهان يبقى تحقيق نسبة إدماج عالية ما يتطلب إنشاء شركات مناولة تتولى مهمة تصنيع قطع الغيار ولواحق الصيارات ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء